بإعطائي الكلمة لسيد عبد الرحمن أبليلا باسم فروق الأغلبية بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السيدين الوزيرين السادة النواب والنائبات المحترمات إننا في فريق الأغلبية نعتبر بأن مشروع هذا القانون وما أتى به من تعديلات تهم التأمين التكافلي وعلاقته بالأبناء التشاركية قد أتى في الوقت المناسب والضروري لعمل هذه الأبناء ونعتبر أن هذا النوع من التأمين هو شرط وجود بالنسبة لهذه الأبناء باعتبار أن خصوصياته الإسلامية تلائم خصوصيات الأبناء التشاركية ونعتبر أيضا بأن مشروع هذا القانون جاء لسد التغرى الموجود في مبدأ المنافسة الشريفة بين المؤسسات البنكية التجارية العادية وبين الأبناء التشاركية التي ليس في وسعها الالتجاء إلى التأمين العادي وعليه فإننا نعتبر بأن المغرب بهذا المشروع أكمل عقد هذا المنتوج البنكي وجعل الحكومة تفي بكافة تعهداتها والتزامتها تجاه هذه الأبناء وتجاه المستثميرين فيها ولعل ما يعطي حصانة ومناعة أكثر لهذا المشروع هو أنه أولا حاز رأيا بالمطابقة من طرف اللجنة الصرعية للمالية التشاركية التابعة عن المجلس العلمي الأعلى ثانيا أنه ربط كل إجراءات المرهونة والمتعلقة بهذا النوع من التأمين التكافلي برأي المطابقة صادر مسبقا عن المجلس العلمي الأعلى وهذه ضمانة حقيقية من أن هذا التأمين لن يزيغ عن المبادئ الإسلامية التي أقيم عليها فقط هنا لابد أن نلتمس من الهيئة الصرعية أن تواكب هذا الأمر بالسرعة والفعالية المطلوبة ثالثا أن مشروع هذا القانون حاضي بإشادة وإجماع من طرف الجميع في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وعليه وعليه فنحن في فرق الأغلبية نتمن بدورنا ونصوت بالإيجاب على هذا القانون نتمنى أن يساهم بشكل كبير ومباشر في جعل الأبناء التشاركية عند الغايات والأهداف التي أتت من أجلها ويجعلها خاصة تعرض بيسر كافة منتوجاتها على العموم كما نتمنى أن يشكل التأمين التكافولي والتشاركي إلى جانب تأمين التجاري العادي آلية من آليات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وشكرا شكرا